نتوسع في الحديث أكثر الآن مع ضيفنا ينضم لدينا من موسكو الكاتب الصحفي أندريا أونتيكوب سيد أندريا أهلا بك معنا لماذا التركيز اليوم تحديدا على خرسون هل فقط للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها هذه المدينة والمقاطع صحيح بسبب كما تفضلت في تقريركم هناك من أهم الإنجازات بالنسبة للعملية العسكرية الروسية هناك تواصل المباشر البري بين القرم وباقي الأرادة الروسية ففي حال تستطيع القوات الأوكرانية تسيطر على المدينة حرسون فهذا سيفتح طريق المباشر باتجاه القرم وقت قرم عن باقي الأرادة الروسية فلذلك هناك أولا حرسون وكذلك إنرقدار في محافظة زبروجي على كل حال لما يبدو لدى السلطات الأوكرانية كما قلت النواي اللي قطع القرم من الأرادة الروسية المتباقية فلذلك يعطي هناك تركيز للقوات الكثيرة قرب خرسون كل من القوات الأوكرانية وكذلك الروسية فأيضا أود أن أشير بأن هناك نوع من المسابقة الوقت بسبب أن هناك اقتراب لموعد الشتوية من الصعب جدا أن تقود السلطات الأوكرانية المعارك في ظروف الشتوية فهذا الشيء الثاني هو اقتراب الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية يقال بأن الإدارة الأمريكية الحالية تشاجع السلطات الأوكرانية لبدء هذه المعركة واسع نطاق معركة في إخرسون لتقول هذه الإدارة الأمريكية الديمقراطية لأن ناخبين داخل الولايات المتحدة الأمريكية بأن توجد هناك الانجازات على الأرض وتمويل السلطات الأوكرانية لها أهمية وإلى ما هناك خاصة ننفذوه المعلومات الإحصائية تشير بأن هناك كثير من الصعوبات لدى الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية أي هناك عدة الأعوام الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية وغيرها هنا تأتي تصريحات مستشار الرئيس الأوكرانياري ستوفيتش الذي توقع بأن تكون هناك معارك شرسة في خرسون على ناحية الأخرى القوات الموالية لروسيا تقوم بجال ألاف من المدنيين في بعض المناطق والقرى تحديدا في خرسون لماذا نود هنا أن نفهم استراتيجية موسكو هل هو تحسب الهجوم فعلا أوكراني لأن هناك بدأ حديث عن حتى موضوع السد السد كاخوفكا سيد أندري وإنه قد يتم الوجوء إلى تفجير هذا السد صحيح تفجير هذا السد سيؤدي لكارثة كبيرة فلذلك أولا هذا هو أحد الأسباب لصحب السكان المدني من مدينة خرسون هذا شيء ثاني على ما يبدو معبد المعركة على هذه المدينة فنحن سنشاهد العمليات القتالية في الداخل هذه المدينة فبتبع الحل نحن نتحدث عن السكان المدني سكان الروسي حاليا بسببنا كارثون مؤخرا انضمت صفوف الأرادة الروسية فلأجل حفاظ المدنيين روسيا سحبت هؤلاء الأشخاص هؤلاء المواطنين من هذه المدينة فنحن كذلك أود أن نشير بأن وفقا للمعلومات التي تصل إلينا حاليا روسيا قد شيدت الخطوط الدفاع الكثيرة قرب مدينة خرسون وفي مدينة خرسون تهديدا فلذلك على ما يبدو نحن أمام كما قال أريستويش العمليات القتالية شارسة وهذه العمليات القتالية ستشمل ليس فقط الدواحل هذه المدينة بل كذلك مدينة خرسون نفسها فلذلك الانسحاب المدنيين وكذلك بسبب أن وجود المدنيين سيعرق الكثير اسمحنا المقاطعة الخطة الروسية ربما هي خطة دفاعية حتى اللحظة ولكن ودى نفهم هل ستكون معارك شارسة فعلا حرب شوارع منها ستكون عملية عسكرية خاطفة وقصيرة ربما المدة الزمنية سيد أندري كما قلت في بداية هذا الحديث نحن بانتظار الموعد الشتوي مع وصول الشتان على ما يبدو نحن سنشاهد النوع من التجميد في الأمليات القتالية من قبل كل الطرفين فلذلك على ما يبدو الطرف الأوكراني يتصرع حاليا لتقيق مزيد من الإنجازات ونعم روسيا تصعيد من جانبها للمعارك الأمليات القتالية في داخل المدينة خرسون ماذا بعد الشتان نحن لا نعلم بسبب أن في نهاية المطاف كل أمور قد تتغير كل ظروف قد تتغير ولكن حاليا الواقع هو يقول بأن نحن أمام هذه المعركة والمعركة نعم ستكون دفاعية شكرا لك سيد اندريان تيكا في الكاتب الصحفي كنت معنا من موسكو